السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا الفيديو الجديد والذي سيكون استمرار المقارنات للجالكسي اس ناين بلس طبعا قبل فترة سويت لك فيديو الاستعراض الاولي كذلك فيديو فتح الصندوق واستعراض حزمة هذية الطلب المسبق وهدايا اللون البنفسجي وكذلك المراجعة والمقارنة مع الاس ايت بلس وكل هالفيديوهات بتحصل روابطها بلصف اسفل الفيديو واليوم معنا مقارنة مع الجالكسي نوت ايت ليمثي كثير طلبوا هذه المقارنة عشان تساعدهم من قرار الشراء لانهم يقولوا يمكن ما فيه فرق كبير بينه وبين الجالكسي اس ناين بلس فاليوم راح نسوي له اختبار الاداء ونشوف الفروقات بينهم فانقول بسم الله ونبدأ اول شيء بتوضيح الفروقات من ناحية الهاردوير والمميزات واللي ما راح نقدر نقيسها بموضوع الاداء والبداية مع اول فرقه هو حجم الشاشة واللي فيه فرق بسيط وهو 0.1 انش فالنوت اكبر شاشة وهي 6.3 مقارنة ب6.2 انش للجالكسي اس ناين بلس ولكن كثافة البكسلات بالاس ناين بلس اعلى بشي بسيط من النوت 8 كذلك ابعاد الهاتف فيها فرق فالنوت اطول وكذلك اعرض من الاس ناين بلس ولكن الجالكسي اس ناين بلس انحف واخف وزن فهو بسمك 8.5 ميلي ووزن 189 جرام قابل 8.6 ميلي للنوت ووزن 195 جرام كذلك المعالج عندنا بالجالكسي اس ناين بلس احدث وهو اكسينوس 910 بينما النوت 8 اكسينوس 8895 كذلك عندنا سعات تخزينية متعددة للاس ناين بلس توصل ل256 جيجا بايت بينما النوت 8 كان متوفر عندنا بالسوق بسعة تخزينية واحدة وهي 64 جيجا بايت ويتفوق النوت 8 اكيد بوجود القرم اللي هو قرم الاس بين ولكن الاس ناين بلس يتفوق بمواصفات مميزات اعلى للكاميرا وكذلك وجود سماعات استيريو للصوت وبطارية بحجم اكبر واخيرا ميزة تفتح القفل ببصمة الوجه والعين معا وهذه الميزة غير موجودة بالنوت 8 هذه الان تقريبا اهم الفرقات بين الجهازين الان بننتقل لاختبار الاداء وللتوضيح كل الهاتفين يعملون باخر تحديث من نظام الاندرويد 8.0 والبداية مع اختبار تشغيل الجهاز وكل عدد ضقفيت الاجهزة وشغلتم بنفس الوقت واللاحظت ان الجالكسي اس نين بلس اشتغل اول وبفارق واضح عن النوت 8 والان بننتقل الاختبار فتح التطبيقات ونجرب نفتح ثلاث تطبيقات والبداية مع تويتر ونقول بسم الله ونشوف انه فتح معنا بالاس نين بلس اول طيب الان بنشوف الانستجرام تقريبا نفس الوقت او الاس نين بلس فتح اول باجزاء من الثانية طيب واخيرا نشوف برنامج الاتصال وكلهم فتحوا معنا بنافس الوقت طيب الان بننتقل الاختبار تشغيل الالعاب ونقول بسم الله وبرضو اشتغلت اللعبة معنا بالغالكسي اس نين بلس اول ولكن باجزاء من الثانية بس برضو يعني بيكون التقييم هنا للس نين بلس ونشوف الان اختبار المتصفح واللي بيكون عبر متصفح جوجل كروم وبنفتح موقع نيو تيك ونشوف مين اول جهاز يحمل الصفحة اول ونلاحظ ان كلهم فتحوا المتصفح بنفس الوقت فهنا رح يكون تعادل ووصلنا لاختبار الكاميرا وهنا صحيح ان النوت 8 تجي بكاميرا ممتازة ولكن سامسونج عدلت على الاس نين بلس من ناحية فتحة العدسة وصر عندنا فتحة 1.5 بدلا من 1.7 وهذا عطاني تصوير افضل بالاضاءة المخافضة وكذلك المميزات الاضافية موجودة عندنا بتطبيق الكاميرا مثل السوبر سلو موشن والأي آر ايموجي اذا كنت حاب يعني تستخدمها ولكن بالعموم في فرق بسيط لصالح الاس نين بلس ولكن اشوف ان النوت 8 لازالت كاميروته ممتازة وما راح تفرقها عن الاس نين بلس بسهولة لكن من التجربة اشوف فيه فرق بسيط جدا وراح يوضح معك بالاضاءة المنخافضة والان بننتقل الاختبار البنشمارك ولي بسويلنا مجموعة اختبارات من ناحية المعالج والرام والجرافيكس وكذلك اختبار الواجهة وغيرها من الامور اللي نشوفها الان وبيعطينا نتيجة الاختبار بعد ما ينتهي وهنا سويت تسريع للفيديو عشان يخلص بسرعة ونشوف الان انتهى الجالكسي اس نين بلس اول والنتيجة هي 258 و250 نقطة بينما الجالكسي نوت 8 حصل على 198 وثلاثين نقطة واخر اختبار عندنا وهو البطارية وهنا صراح الموضوع يعني مو بتفوق بالاس نين بلس ولكن لسوء بطارية النوت 8 فيه تجلس مع الاستقدام المكتب ثلاث ساعات تشغيل شاشة كحد اقصى بينما الاس نين بلس وصل معي حتى اربع ساعات وهو تقريبا نفس الاداء اللي كان بالاس 8 بلس وكالعادة بنذكر فرق السعر بالنهاية والجالكسي اس نين بلس يبدأ سعره من 3350 ريال بينما الجالكسي نوت 8 يبدأ من 2850 ريال واذا كنت حاب انك تحصل على الهاتف بهادي الاسعار شاهد الروابط الموجودة اسفل الفيديو وبكذا تكون مقارنتنا انتهت ما بين الجالكسي اس نين بلس والجالكسي نوت 8 وشخصيا اشوف انه فيه فرق بين الهاتفين لكن مو ذاك الفرق اللي خليك اذا كان معاك نوت 8 انك تبيعه وتشتري الاس 9 بلس ولكن اكيد ان القرار النهائي يعني بيرجعلك اكيد وبتشوف انت اذا هذه المميزات يعني او الفرقات اللي شفناها اليوم بالمقارنة هل بتفرق معاك بالاداء وبالاستخدام او لا شاركوني رأيكم بالتعليقات واشتركوا بالقناة اذا ما كنت مشترك اشترك بالقناة خلونا نوصل الى 20000 بسرعة وكيد عاطوني لايك اذا اعجبكم الفيديو واشوفكم الفيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة